ننتقل بكم مشاهدين الكرام إلى إدارة الزاخو حيث وقامت مديرية الزراعة هناك بتوزيع أشجال الفواكه على الفلاحين وذلك لدعم الإنتاج المحلي والوصول إلى الاكتفاء الذاتي نجل سندي هناك وتنضم إلينا مباشرة نجل أهلا بك إليك تفضلي نعم زملاء تحية طيبة مني لكم جميعا من أجل المساهمة في زيادة الإنتاج المحلي ولدعم المزارعين في إقليم كردستان باشرت مديرية الزراعة في مدينة زاخو بتوزيع أجر الفواكه بأنواعها المختلفة على الفلاحين ضمن خطة عدتها لتطوير القطاع الزراعي ولزيادة المساحات المزروعة في مدينة زاخو للوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وللحديث أكثر ينضم معي سيد أحمد سامي مدير زراعة في مدينة زاخو لحدثنا تفاصيل أكثر نعم شكرا جزيلا نقوم في كل سنة بهذا الشهر بتوزيع أجر الفواكه على الفلاحين أصحاب المزارع في زاخو بدعم وزارة الزراع وحكومة أقليم كردستان لتطوير القطاع الزراعي وبدعم 50 إلى 75 مليون بالأسعار وتلاقي رواج كثير للفلاحين حيث تكون ضغط مصداقية أكثر الأشجار التي تزرع مقابل الحكومة تلاقي رواج أكثر من الشتلات التي تبع في الأسواق أهل سنة الأشجار تقريبا 16 ألف شجرة نقوم بتوزيعها منها الرومان بالصنفي المهداوي وكذلك التوت بالصنفي الأسود وكذلك العنجاص بالنوعها الحامض وكذلك الأحمر وكذلك خمسة أصناف من العنب الكمالي والطائفي وكذلك نقوم بناء خوخ باستنفيه البهاري والخريفي الرابعي والخريفي وكذلك التين بنوعها الديركي والبيناتية وهذه تقريبا من الثلاثة نقوم بتوزيعها مركزيا من قبل محطة الباستنة في زاخون كمية الفواكه المستلكة لهذا العام المستلكة العام يعني العدد للتجار اللي قم بالنوزيعها 16 ألف شجرة 16 ألف شجرة اللي هذا السنوح حسب الخطة الموضوع لدينا 16 ألف شجرة اللي هذا العام سنقوم بتوزيعها شكرا جزيلا طبعا الحملة والتي ستستمر لعدة أيام طبعا تقوم مديرية الزراعة بتوزيع أصناف جيدة للفلاحين لدعم الفلاحين ولدعم المزارعين طبعا وأيضا تشجيعهم على إنشاء بساتين نموذجية من خلال يعني استخدام الأساليب والطرق النموذجية للسعي للمساهمة في تطوير القطاع الزراعي في مدينة زاخو ولزيادة في المساهمة في زيادة الإنتاج المحلي نعم نجا سندي شكرا جزيلا لك كنت معنا مباشرة من زاخو ترجمة نانسي قنقر